المترجم للقناة 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 دكتور نعم نحن الآن voltage stability صح لا هذا voltage control voltage stability نعم لكن هذه بدايات نعم هذا voltage stability ولكن في بداياتها ما زلنا ما خشناش في نعم نعم هذا voltage stability لكن طبعا زي ما قلت لك أنه هو برضو يساهم في تحسين فبالتالي ايش موضوع مربوط فيما بينه بس تعقيبا على إجابتي مبدري على المهندس عمر وزناد ان كلمة فولي اوتوماتيك كلمة كبيرة يعني مرات انت مع الموديل تحتاج إلى تحسين أخرى يعني كلمة امبروفمنت هذه مستحيل انك تنتهي وتقول السيستم اوتوماتيك بشكل كبير انا قلت لك فولي اوتوماتيك من وجود نظري شخصية لك ممكن يجو بعدنا الأجيال الجديدة يقعدوا زي ما تقول ينظروا للسيستم اللي نحن نحكو عليه ويقولوا عليه فولي اوتوماتيك ينظروا لأنه هو سيستم ويحتاج إلى تحسين فهمت على كيف فالتكنولوجي مستحيل تنتهي كل مرة تطلع حاجة تحسن اوضر تكنولوجي هذه حاجة الحاجة الثانية انه قد يكون وجود المشاغلين او الابريتورز في المحطة وجود المشاغلين ضروري للتدخل المانيول في بعض الحالات الطوارئ جدا اللي ما قدرش عليه اللي تتوقعها ممكن للموضل فبالتالي في الحالة هذي شنو فبالتالي في الحالة هذي بس هو يقلل الشغل عليهم لكن مش يقعد بحيث انه خلاص يقدر المحطة فاضية لا ما فيهاش اي حد ولا كذا لا قصدي بي انه يقلل الشغل عليهم انه يقلل عدد ساعات التشغيل لهم تمام يعني كيف الروبوت يقلل عدد ساعات التشغيل بالنسبة للمشاغلين الموجودين في المحطة ولا يوجد سيستم لا يحتاج إلى امبروفمين فعندنا هنا الريكتفاير هذي حيطلع لنا دي سي حيتقارن مع الفي ريفرنس الفي ريفرنس حيدخل على أمبليفاير حيدخل على أمبليفاير حيكون داخل على أمبليفاير هنا الأمبليفاير هذي يذخن قيمة الجهد الي هو يكون داخل على فيلد DR هنا cdBC فرح المعامات 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 السيجا fr تمام هذا يقولولا اكسايتر هذا الدوره هيبدأ يعطي في المجناتك فيلد التاعه اللي هو فيلجينريتر ويرفع في قيمة في تيرمينال او يرفعها فوق او ينزلها استنادا على قيمة فيرفرنس اللي انت حطيتها من البداية هنا فهذا بس الفيري بايسك كيس مش معناه ان هذا هو النوع الوحيد الموجود ولكن هذي الفيري بايسك كيس طبعا عندنا هنا يعني هذا الـ Potential Transformers Sensing لقيمة الجهد وهكذا فهذا هو كله على بعضها هذا كله يقولولا Automatic Voltage Regulator مش معناه ان هو محتاج الى تحسين قد يحتاج الى تحسين يعني قد يضيفون لها مثلا Stabilizer Bore System Stabilizer يساهم في تحسين الResponse متاعه او Stabilit بتاع Bore System Stabilizer او Vortage Stabilizer يساهم في تحسين اللي هو يساهم في تحسين يعني الResponse متاعه فهمت كيف يحس بدل ما تقعد هي مرات يقعد متحكم فيه already ولكن ايش ولكن يساهم في تحسين الResponse الى حد كبير هذا اللي هو Bore System Stabilizer مش عارفوا الـ Pen Tablets بسم الله تمام Stabilizer Bore System Stabilizer الرسمة هذه موجودة بشكل اوضح في كتاب السادات وفي بعض العديد من الكتب الثانية ولكن أنا بس حبيت أنها تكون حبيت أني نشرح عليها نجلط هو نحن نعمل موديلينج للفيري بيسيك كيس نتاع الإكسايتر Okay As proved before by vector analysis and brief mathematics the change in the reactive power mainly affects the system frequency whereas the change in the reactive power mainly affects mainly the voltage The interaction between voltage and frequency control is generally weak enough to justify their decoupling for further for analysis and design The primary generator means for reactive power and voltage control is the generator control using automatic voltage regulator The increase in the reactive power load of the generator is accompanied by drop in the terminal voltage magnitude The voltage magnitude is sensed through a potential transformer on the phase on one phase This voltage is rectified and compared to desired set point signal And compared to desired set point signal Compared with the comparator Bore electronic or electronics Comparator The Amplified Error signal controls the exciter field and increases the terminal voltage The exciter terminal voltage طبعاً The Amplified Error هذا مش بالضرورة يكون Electro-Mechanical زي ما حكينا عليه توا مش بالضرورة يكون Electro-Mechanical زي Separately Excited Decision قد يكون أنظمة ثانية Electronics أو كذا يوجد العديد من الأنظمة لل exciter As we show you As we show you before The Amplified Error ويعني اللي موجودة في The First Slide للمحاظرة هذه Thus, The Generator Field Current Is Increased Which Results In An Increase In The Generated AMF The Reactive Error Is Increased To A New Equilibrium Raising The Terminal Voltage To The Desired Value Amplified Model طبعاً كلهم عملهم الموديل بال First Order Lag Transfer Function هذه ولكن زي ما قلت لك أن الموضوع يحتاج إلى Details فبالتالي لو خذيت الـ Very Basic Case مش هكون غلاط بالعكس ستكون هذا أساس متين لك أنك أنت تبدأ تنطلغ منا في موضوع الموديلين كذا هندرسوا المحاضرات الجاية برضو حتى تأثير نوع الإكسايتر على الوايف متاع الفولتس هنأخذو كل هذا إن شاء الله وهنأخذوهم ديفو ل Wizards The Excitation System Amplifier من 0.02 إلى 0.01 يعني ممكن إنت تختار البرامتر بتاعات الأمبليفاير مثلاً اللي يخلن السستم هذا اوبتيمال تخلين هذين اللاور والأبر باونت بتاعات الابتوميزيزيزين وبروبليم متاعك وتبدى أن تشتغل عليها مثلاً حتى يكون طوبي يعني لكي في حالة أنك اتا يعني مثلاً تخذ كطوبيك في السيسيز بتاعك أو في البروجيكت وهكذا بالنسبة للجنريتور والسنسور والإكسايتر تقدر تخليهن مثلاً second order transfer function كل واحد فيهن تقدر تخليهن مثلاً state space model كل واحد فيهن تقدر تخليهن مثلاً كل واحد فيهن physical model وتحط الانتراكشن فيما بينهن وconnection فيما بينهن كيفما تعمل في السيمولينك ولكن زي ما قلنا نحنا أن هذين أمثلة كتابية يعني many models are developed for the exciter and synchronic generators that will be studied throughout the course linear and nonlinear with many differential equations here we shall start with the simplified exciter model then the next lectures will elaborate more in the exciter and the generator models to take into account the non-linearity in the system and changes happen in the flux linkages يعانا التغير في الفلكس linkage حيتغير معاها الدينماك in the simple form let's start by modeling the exciter, generator and sensor with the first order transfer function as below هذين كلهن مع بعضهن وهذا كنكتد السيستم كلهن مع بعضه تقدر انت تدرس عليه السيستم هذا العديد من الدراسات تقدر انت تدرسهن على السيستم هذا لا يوجد أي مشكلة ان شاء الله ليش نحن نعملو modeling للباور سيستم في الـ time في الـ S domain ليش بنعملش modeling في الـ time domain يعني هو فيه model في الـ time domain على فكرة يعني لكن نحن ليش مصررين على الـ S domain هذين model في صورة الـ lab last transform ليش بنخلوش كل واحد والمعادلة اللي هي time-based dynamic equation اللي يتعبر عنا وذست خلاص دكتور إلها دخل في الـ conversion أو ايش زي يك لما يصير فيه two signals ممتاز جربت هي في الـ time domain بيكون الموضوع كثير صعب لما ندخل الموضوع الـ conversion فهونا نضرب فيه السهل يعني هيك أذكر بصده قصده عمر المهندس عمر قصده شنو؟ المهندس محمد صح محمد صح؟ اه دكتور ياسر في عقلي صديقي الدكتور عمر الصرايره فالمهندس محمد حكا لكم قال لكم انه convolution في الـ time domain يعني multiplication في الـ frequency domain فبالتالي انت في بعض الحالات تحتاج ان كنت تعمل تحتاج ان كنت تعمله الموديلينج في الـ S domain عشان تخليه الـ multiplication اسهلك من ان كنت تخليه الـ convolution لو ان عندك two signals مثلا تبيت تتعامل معهم ولكن هنا single input single output يا محمد يا مهندس محمد هنا نشوفه single input single output ما فيش multi-input multi-output ولا مثلا حاجة مضروبة في حاجة ما فيش يعني هنا systems اللي ينضربن في بعضها anyway على سبيل المثال مظبوط صح لو ان هذين عبرنا عليهم بالـ time domain هيقعد هذا البلوك هذا convolution في البلوك هذا convolution في البلوك هذا وهكذا ستكون العملية more complex ولكن ولكن في الـ frequency domain سيكون هذا حاصل ضربهم بدون مشاك هذا سبب رئيسي وسبب ممتاز جدا إجابة ممتازة السبب الاخر ان كنت تدرس عليهم طرق الـ stability في الـ S domain اللي منهم route stability criteria اللي هي اسهل طريقة في الـ stability تقدر تدرسها في الـ S domain مش في الـ time domain تقدر تدرسها في الـ S domain مش في الـ time domain وكذلك الطرق الاخرات بتاعت الـ eigenvalues وهذين فبالتالي ايش؟ لا اسف الـ eigenvalues ممكن تخذها في الـ time domain ولكن بعض ضرق الـ stability والـ initial والـ final value theorem تدرسهم في الـ S domain تمام؟ عندنا هنا the open loop transfer function عندنا هنا the open loop transfer function هذا حاصل ضرب جميع البلوك هذين فيما بينهم وتحت زي ما تشايفين اللي هو المقام اللي هو يحتوي على الـ time constant بتاع كل الـ component موجودة الـ VT منعنا على الـ V reference هيساوي هذا الـ closed loop system أو closed loop transfer function اللي هو حاصل ضرب G واحد على أو G على واحد على GH اللي هي التانية اللي تحت هذي طبعا زي ما قلت لكم انتو الـ basics هذين ما بيش داعي نمروا عليهم كيف جدت هذي وكذا المفروض انك تكون وعرف اللي بروفز متاعات يعني أتليست مرات عليك من قبل steady state terminal voltage VT هيساوي T transfer function هذي مضروبه في V reference V terminal steady state هيساوي limit VT as S go to zero هذي terminal voltage steady state value اللي هي تبدأ تشغل عليها إن شاء الله أنا بنفسي concept باشتعرف انه هو يطبق على أكثر من system The AVR system for the generator has the following parameters اللي هنه أعطاك البرامترز بتاعاته يبقك تجيب يبقك تجيب stability أو range of gain key اللي حقق لك stability بالنسبة لل system هذا لو جينا نحنا بدأينا نحلو في المثال هذا طبعا هنا يبقك أول حاجة يبقك تستخدم ال raw stability criteria في إنك تجيب قيمة range ال gain key ومطلب rot locust في إنك أنت ترسم ال rot locust متاعه steady state step response إذا كان ال amplifier gain 10 يبقك تجيب ال steady state step response يعني لما يقعد ال input step والoutput اللي بتعرف قيمته use more lab to obtain the step response and transfer time domain performance construct the simulink block diagram and obtain the step response طبعا أنتو العالكم يعني واخذين training على simulink بما يكفي ولكن أنا بس نجاوب يعني بس هنجاوب بإذن الله اللي هو الجزئية لل raw stability criteria دكتور بس بالله قبل الحل عندي السؤال لو سمحت حذر طب إحنا اللي نفرض مثلا صار عندي fault فستستق آه آه الآن هذا الفولت مش المفروض راح يسوي لي disturbance عن frequency ورح يسوي لي low voltage يعني أكيد كل فولت مع low voltage الفولتج راح ينزل مظبوط نعم طيب الآن نزول الفولتج مش بأثر على reactive power آه يأثر نعم طيب كيف في ال equal area criteria إحنا بس اهتمينا لموضوع يعني كيف هما two systems decoupled كيف مع بعضهم أنا مستحيل مثلا أرفع voltage واترك ال frequency أو العكس يعني بس يكون موضوع بس frequency واترك ال voltage فكيف هم مع بعض أصلا يعني مع بعضهم كيف يحلوا المشكل مش لازم يكون في بينهم synchronizing لا 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 هو اللوبس اللوبس زي ما تشوف فيهن انت decoupled لكن التحكم اللي مر عليها في مئات الورقات البحثية تحكم ال real more on frequency تفضل ها تفضل مهندس محمد تفضل مهندس محمد محمد تسمع فينا محمد تسمع فينا قلنا نحن ان الاكسايتر يعني ان الاكسايتر هو يتحكم في قيمة الفولتج والرياكتف باور لكن مش معناها ما يحسنش في الاستابلتي يحسن فيها الترانزين استابلتي يحسن فيها قلنا نحن ذكرناها من طرق تحسين الاستابلتي ولكن هل التحسين فيه هو الوحيد او التحسين فيه كيف التحسين مثلا باضافة ترانزميشن لاين امباراليل مثلا عن طريق البريكينج رزيستور وعن طريق الفاث فالفينج اكيد كانت طرق حتى هنا انجح لان تأثيرهم مينلي تأثيرهم كبير على الريال باور مش انك تتحسن في قيمة الجوهة تخليتها من 0.95 بريونت الى 1.05 بريونت تزدد في 0.01 بس في الحالة هذه لكن انت لكن يعني قاس دي اس تزدد في 0.1 ولكن في حالة التحسين عن طريق الفاث فالفينج عن طريق مثلا الترانزميشن لاينز عن طريق اليونفايد بور فلو كنترولر عن طريق البوستر ترانسفورمر واللود فريكنسي كنترولر هذين كلهن هذين كلهن يعتبر انهن الطرق الاساسية وان كان ما نبش نحن نقوله ان الاكسايتر مهوش طريقة في تحسين الترانزميشن لا بل هو طريقة في تحسين الجهد يتحكم في الجهد ولكن يحسن في الترانزميشن ولو بنسبة بسيطة تمام محمد؟ تمام تمام فعندنا هنا اكسامبل اطناش ستة اتاتل هنا لو جينا اول حاجه تحسبها الايه المخصص الحيث الايه المخصص هذين عندنا هنا واحد زيادة K GH of the S هي GH of the S ولكن قد تكتب GH of the S هيساوي 1 زائد 500 KA على حاصل ضرب جميع المقامات اللي هنا طلع S4 زائد 33.5 S تكعيب زائد 307.5 S تربيع زائد 700 و 75 S زائد 500 هذا كل هذا كل يساوي 0 الcharacteristic equation تسويها بال0 لو عدد ترتيبها ضربت المقام في المعادلة كلها ضربت المعادلة كلها في المقام حيث عندنا هنا S4 زائد 33.5 S تكعيب زائد 307.5 S تربيع أو 05 S تربيع زائد 775 S زائد 500 زائد 500 K A هيساوي 0 مع ترتيبها في صورة الـ Routh stability criteria هيا عندنا هنا S S4 S تكعيب S تربيع S و S و S و S 0 عند الـ S4 هاي ما اللي يعطينا الروم تاحة 1 شنو الرقم اللي هنا 307.5 نعم أيوة مريانا هاي بعدين 500 تمام هاي الاستكعيب 307.5 لا 33.5 أيوة بعدين 775 بعدين 500 K سمام خلاص بعدها اللي خرأت بالحسابات الـ Computation هيكون عندنا هنا الـ S تربيع هنا هاتيقعد 33.5 307 ناقص 775 هيقد عندنا هنا 284 point 3 وهنا 775 في الـ 500 ناقص 300.5 300 آسف 307.5 في الـ 500 K على 500 K هايطلع عندنا على 7 آسف على 775 ونص هيساوي هايساوي عندنا 500 زائد 500 K A وهنا 0 نفس الشي هنا هيقد عندنا هنا 58 50 point 9 K A نفس الحسبة ناقص 716 point 1 وهنا هيكون عندنا 0 في العنصر الثاني هيكون 0 اللي هو تحت الكلوم هذا مباشرة وهنا هيكون 0 هنا هنا الـ S 0 هيكون مش مضروف فيها الـ 500 زائد 500 K A هنا من Raw Stability Criterion أجي أنت تلقى أن الإشارة ما هولا ما تتغير هنا على أساس Security System Stable فتخلي عندك انت Inequalities متباينات تطلع منهن قيبة K K A أقل من 12.5 أو 12.16 12.16 12.16 12.16 12.16 No units على الـ Gain فحيقد عندنا هنا لو جيت انت مثلا عشان تعرف قيمة العشان تعرف قيمة الـ S عند قيمة K A حتلقاها تمس في المس في المس يعني البول الترانسفير فانكشن بين انتقلا من الـ left hand side الى right hand side ويقعد system unstable فالنقطة نقطة 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 جي أميجا أكسز هتكون كالتالي انك تتعوض في واحد من الرود هذين مثلا الرود التاني اللي هو استربيع بأكزولر إقواجيجين صح لازم الرول الأول هو تبع الاس سفور اللي لازم تكون 500 بلس 500 ك لأن كلات نفس نفس الأوردر آه 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 آسف أنا صح نعم الثاني هذه زيرو الثاني هذه زيرو شكرا على التصحيح أبو حاشي صح محمد طلال محمد طلال شكرا على التصحيح شكرا أخونا أنا لا تزالي هيكون عندنا هنا زيرو هنا خمسمية فوق خمسمية زياد خمسمية كي تمام يعني هنا صح بلوجيكلي سبيكين حتى تقوم بخمسمية زياد خمسمية كي في السبعمية وخمس سبعين ناقص سفر على سبعمية وخمس سبعين حيطلع اللي تحت فهذه هي الحسبة الصحيحة تأكزولر إكواجيجين استربيع رو آه هيكون عندنا آه الأكزولر إكواجيجين هتكعد عندنا الترم الأول المضروف في استربيع اللي هو 284 point 3 استربيع زائد آه 6580 ويساوي 0 خلاص من أنت يعني آه كيف طلعت 6580 عوضنا بقيمة الكي 12.16 هيكون عندنا الكورس بوندينج S plus or minus J 4.81 طبعا هو اختار S رو تربيع على الساس يجيب الجذر التربيع متاحة لأن imaginary party الجذر التربيع متاحة الجذر التربيع بتاع قيمة سالبة حيكون مضروب في J فبالتالي يفضل أنك تأخذ الرو هذا مش معناه كان خضية الروز الخلات معناه حيطلع غلط لا الروز الخلات هيصعبا عليك الكالكوليش بس ولكن زي ما قلت لك أن نأخذ الأسهل لك هذا عشان تعرف النقطة لكروس قبل ما يرحل من left hand side إلى right hand side يكون system unstable طبعا زي ما قلنا نحن كذلك رسم الروت لوكس يعني نقدر ونعضو عليه محاذرة ولكن هذا حيكون حاجة مفروض تريد درسها في الكنترول في يوري أنت قاد يدرسها في البكالوري ونجد نكرر نفس معلومات نحن نأخذ بس هنا ورسمة هنا تم بالمطلب لا هناك أي سؤال بخصوص الجزئية الأولى هي روث stability criteria تمام دكتور هناك الأسهل 1 plus K J H S هذه عادي مرة ثانية ترجع ذكرنا من أين جبناها الكاركتوريستيك إكويجن هذه تمام الكاركتوريستيك إكويجن هذه جبناها عن طريق ال closed loop transfer function closed loop transfer function هذه closed loop closed loop transfer function هتساوي G على 1 زائد K G H طبعا الفل S معروفة K G H تفهم كيف أخذينا نحن الكاركتوريستيك إكويجن هتساوي Output على Input هذه الترانسفير function هذه يا زن هذه تعبر عن system في حد ذاتها فلو إن الترانسفير function هذه go to infinity معناها system سيكون unstable على شك خذينا الكاركتوريستيك ويجي نسويناها بالzero لكي نطلع الرانج الذي يجعل system stable أو تقدر تقول النهية تعتبر هي impulse response هي نفس impulse response متاع السيستم يعني في time دومين بتدرس وعلي system أنت أنا مغطيه لكي بغيطاء معين ما نكش عارف شم فيه من جوه ونقول لك أنت قاعة المعمل توا وريني system هذا stable ولا unstable ونت ملكش عارف لا S أعطي أعطيه إمبالس بس لو أن الإمبالس متاع الـ output عدل عندما لنهاية معناها الترانسفير فونكش متاع يعني ما أشياء أراس لو أن هي لو أن زي ما قلت لك إنت لو أن هي لو أن هذه هي المطأ المين متاع الـ وهي الها ربط آخر بال state space موديلس وكذا ولكن يعني حيكون بياند السكوب متاع الكورس خليه في كورس ثاني إن شاء الله لو عضيت كم linear system theory and design موضوع كوي المادة هذي كويسة جدا لو عضيت هالكم إن شاء الله حنواريكم in details شن الرابط اللي بين state space وال transfer function وشنو الموضوع هذا in more details بها إن شاء الله ولو حبيت منك تاخد مرجع ندلك علي مرجع كويسة نعطيك أنا مرجع ممتاز جدا يوريك step by step كيف كيف العملية هذه تمام تمام دكتور أشكرك ليش أنا قلت أن impulse response هي time domain بتاع transfer function ليش أنا قلت impulse response هي time domain بتاع transfer function ما معناها impulse response أفضل أعرف هذا impulse response معناها هذا system من input output الimput متاع عظينا impulse لو أن output متاع go to infinity معناها system unstable تمام الimput ليش قلت أنا أن frequency domain الاس domain بتاع impulse response هو نفس هو نفس الclosed loop transfer function ليش لأن هنا نجو لل transfer function T س س تساوي output Y على input U تمام البلاس transform بتاع output خلي زي ما هو البلاس transform بتاع impulse كم قيمتها واحد البلاس transform بتعدلت impulse قيمتها واحد فبالتالي transfer function هي نفسها output في حالة input كان impulse تمام 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 احنا هنفسر الامور تمام اي حد عنده سؤال يقول تمام لوجينا هنا علاوة على ذلك عندك لما تبطلع الroats بتاع الroats بتاع الroats للtransfer function بغض النظر عنده نحن ما نبوش ندرسوه انه هو يمشي المال النهائي ولا لا الroats بتاع الroats بتاع الroats بتاع هذه عبرا عن البولز متعات السيستم وعن طريق الroats الroats متعات السيستم ضروري يكون في الroats على السيستم يكون stable مع زيادة الroats بمسار معين يحدد الroats تمام تمام دكتور تمام بالنسبة للجزئية الثانية هذا follow the instructor on the board نحن حلينا هذا طبعا بالنسبة لهذه هتعملها بس يعني سريعا هيك كود سريع يعمل لك السيميليشن بتاع اللي هو الroats اللي هو لاحظ معايا هنا انه هو crossing this part في حالة ايش في حالة قيمة الاس كانت أربعة بوينت كذا بلس ماينس تمام بلس ماينس شيء أربعة بوينت كذا طبعا رسم الroats اللي حاب اني انفهم له عادي نفهم لها نبعد ناويك في محاضرة او نسي انت نفهم لك عادي لكن هو مدام اني عضيت ك كود هنا بس ما توقع اني نجيب لك في المتحان نقول لان حيعد ما اعتمد علي ذاكرتك واللي هي مرات تكون المادة بحر يعني كل موضوع تبطر انك تراجع واني ستكمل المادة كلها مراجعة فبالتالي ايش يعني كود بس هذين عطان هكي في اللانية تتيتش موضوع الroats لقص لكن هو سهل يعني ما فيش اي اشكال اللي حاب اني نفهم لها بالثيور متاع يعني ان شاء الله نقدر ايها في وقت فراغ نفهم لها كويس فهذه هي نقطة اللي هي plus minus j 4.8 بالنسبة للفرع c حلينا نشوف بس الفرع c هنا the amplifier gain قيمة 10 قيمة 10 find the steady state response اللي هو v steady state the steady state response بعدها يقالك هنا في الفرع الثاني use MATLAB to obtain the step response and time domain performance specification application عندي حتى سلوشيون منوال متاعه يعني جستن كيس هذا زيادة ثقافة بس مش غير غير السكوب متاع الكورس باهي انيوي هنا نجو للفرع سي نجيبوا الستدستيت فاليو للترمينال فولس في ترمينال ستدستيت حيساوي لمت حيساوي لمت ان اس جو تو زيرو اس في ترمينال اوف الاس الانيشيال والفاينال فاريو ثيروم حيساوي كي اي حيساوي كي اي على كي اي زائد واحد علي حسب الكلوز لوب ترانسفير فانكشن كي اي او علي حسب قيمة الترمينال فولتج اللي هو مضروب الامبوت في الترانسفير فانكشن كي اي على واحد زائد كي اي وبما انه قيمة الكي اي بعشرة حيقض هنا ايش عشرة على واحد زائد عشرة وحيقعد قيمته بوينت ناين او ناين بوينت ناين او ناين بير يونيت بوينت ناين او ناين بير يونيت تمام؟ حيقض عندنا هنا ال V ترميèle النوع من ال a error ممتاعنا ال V ترمي blev صحيح من الوحل يكون واحد بير يونت لو اننا ممتعنا ال set point متاعنا واحد بير يونت سيكون قيمة الررر الرر في الاستيدي ستيت حيساوي واحد ناقص بوينت ناين او ناين حيساوي بوينت او ناين بوينت او ناين واحد بوينت تمام طبعا عشان تقلل قيمة الاستيدي ستيت ارور هذا ضروري قيمة الغين تزيدها نجوها نتوى للفرع الثالث من هنا عشان يرسم الديناميك رسبونس بتاع البلانت كتاب الكود هذا اللي هو يوري المقام والبسط امتعات الترانسير فونكشن كي اي نيومريتر عن دينومريتر وهنا يعني خلت تايم سبان لعند عشرين سكند وجاب الستيب رسبونس اللي هو سيت تساوي ستيب للترانسير فونكشن هذه فور تايم سبان هضا فعندنا هنا الستيب امتعات الترانسير فونكشن عمل لها بلوت وضرع هو تيرمينال بولتج لقيمة استيب لقيمة استيب رسبونس سهلة جدا في انك اول حاجة البلاث ترانسفورم بتاع الاستيب هو عبارة عن يعني واحد على اس او قيمة الاستيب هذه على اس وبعد اضربه في الترانسير فونكشن ومثلها بالمطلاب اطلعت عندي قيمة الجهد بالشكل هذا لاحظ معايا اننا نحن جبنا قيمة الاستيدي ستيت فاليو هذه بس ولكن لو نحن نجيبوا الرسمة هذه باي هاند كالكوليشن نجيبوها مش ما تنجبش نجيبوها عادي ما فيها مشكلة ولكن تخذ وقت بس نجيبوها عادي كيف تجيبها انك انت تضرب الاستيب رسبونس هذه اللي هو الانبوت في الترانسير فونكشن تحصل على الاتبوت في الاس دومين وبعد انتخذها لابلاس انذرس لابلاس انذرس يجيب لك التايم دومين فونكشن هذا التعبير الرياضي للسيجنال هذي اللي هو واضح انه هي ساين سيجنال مضروبة في اكسبونين شئي ومجموعة مع دي سي معين دي سي هذا ايش يعني قيمة بوينت نين أو نين أو سمثن طبعا هذا عن طريق حل المعادلة كذلك عن طريق السيمولينك وجاب قيمة البي تيرمينال كويف وكقيمة في الستيد ستيد طبعا لتحسين الرسبونس بتاع البوار سيستم أو تحسين الرسبونس بتاع السيستم هذا كما كان تحسين في المثل المثل حتى مع كا يساوي عشرة تكبر انت تحسن فيها بإضافة الستبلايزر هذا الستبلايزر هذا عبارة عن زيرو أو آسف طبعا نعم هو عبارة عن زيرو تضيفه في يجمع البولز هذين بما أن هو عبارة عن زيرو تحطه هنا في اللوكيشن هنا في سموير هنا في اللوكيشن هذن يجذب واحد من البولز هذين إليه ما يمشيش للمالة النهاية فبالتالي سيكون الستم مور ستيبل هو أصلا الروت لوكس شن الوظيفة يعني كل البول هيمشي الزيرو والبولز الفاضلات هيمشي للمالة نهاية فتو أفويد إن البولز يمشي لعند المالة نهاية نحط لهم نكثر عدد الزيروز في جهة في جهة اللفت هند سايد ماثماتيكلي سبيكيكين ذي كان بي اندردوست آزان اديشي نال زيرو ان د هند سايد ذات موديفاي ذروت لوكس هاذا ماثماتيكلي سبيكين وهذا بالنسبة للسيستم تقدر أنت تختار البرامتر بتاعات بأي طريقة من طرق الاوبتوميزيشن أقين إنك تقلل الاوبتوميزيشن تقلل في قيمة أوفرسوط وهكذا سيطلع معك قيمة الأوبصيستم سبباليزر استبيباليزر استبيباليزر ا Luke استبيباليزر استبيباليزر الاوبصال استبيباليزر الاتفاعد استبيباليزر مزيد لدى دراجتي تقيماتي نحن نرسمها للمطلب ثم نقوم بإمكان ان أرسمها بالمطلب وبعدها نرسمها بالمطلب وإن دعال بطبع السبب ما يعمل إيليمنيشنا للإستيديستيت إرور يعمل بس تحسينا في الريس بونس يعني يقلل في قيمة الأوفرشوت اللي يعمل إيميليشن أو الأوفست للستيت إيرور هو الإنتيجريتر ولكن البور سيستم السابيلايزر مدام أنه هو إضافة لزيره فقط فهو تأثير على الستيت إيرور حيكون طفيف جدا أو لا مش هو المسؤول عنه حيكون المسؤول عنه البي آي دي كنترولر ولا البي آي كنترولر بينما هو هذا اللي هو الادشونل اللي هو البور سيستم السابيلايزر هذا إضافته حتحسن في قيمة الرسبونس من ناحية السموثنس النعومة متاحة ما يخليش في أوصيليشن أو أوفرشوت واجد في السيقنال بتاعنا فعندنا هنا بالنسبة للستيت ستيت إيرور أو تاين دومين سبيسيكيشن فضل الأوفرشوت اللي بصير في الفريكونسي قلنا بأثر على البرشور والتمبرتر اللي في البويلر ونفس اللي بالنسبة للفولتج ولا بأثر على إيشيك ثاني لا مش الأوفرشوت بتاع الفركونسي الأوفرشوت بتاع البور اللي يأثر على البرجر والتمبرتر built مش الفركونسي مش شعور هالفركونسي الفركونسي مثلا صار لكن تغير في القدرة بالشكل هذا دعلك معي معايا محمد تغير في القدرة بالشكل هذا عشان تلاحق الحمل الفركونسي سيكون affected by the power ولكن البور هي اللي تأثر على البرجر والتمبرتر لأن هذين عبرنا عن الطاقة الحرارية الطاقة الحرارية هو هيك بالضبط كان سؤالي البور هي اللي تأثر على البرجر والتمبراشر الواحد يكون دقيق مش الفريقونسي الفريقونسي هذا بس آه تمام بالنسبة للجهة بالنسبة للرياك لا لا ما تأثرش عليها الريا البور بس اللي تأثر على البرجر والتمبراشر لكن الرياكتبور تأثيرها طفيف جدا بالإمكان إهمالها تمام لأن الرياكتبور اسمها فيها قدرة غير فعالة لأنها مش ناتجة من مصادر طبيعية ناتجة من اختلاف فرق الجهد بس ما هيش ناتجة من مصادر طبيعية ما هيش ناتجة من الموارد الطاقة في العالم ناتجة من اختلاف فرق الجهد بس وعلى شكل ما يستفيدوش منها في المعظم في جهة الأحمال يعني ما تقدرش تحولها الهيت مثلا والله تحولها الهيت والإضاءة و هذا كله اللي تشوف فيها كله معظمه وات يعني تمام مش فار يعني بالنسبة للهيت كلها وات لكن الإضاءة في منها جزء منها فار ولكن ايش جزء بسيط جدا فعندنا هنا في الإكزامبل 12 سبعة هيكون عندنا هنا فعندنا هانا بالنسبة للهي اللي تحولها الهيت فعندنا هانا بالنسبة للهي transfer function هيساوي v-terminal of S على v-reference of S هيساوي 250 في S تربيع زائد 45S زائد 500 على S أو 5 زائد 58 point 5 S أو 4 زائد 13 13 ألف وستمية واربعة وخمسة أربعين S تكعيب زائد 72 ألف و 962 ونص S تربيع زائد 274 ألف و 875 875 S زائد 137 ألف وخمسمية هذا كلها في المقام تمام اللي في البسط اللي هو هذا هذنا كلها من لما تعوض عن قيمة S بسفر على أساس أنه نحن نجيبه الستيد state value الستيد state value نلاحظه أنها لم تتأثر عندنا هنا V من الستيد state سوف يساوي سوف يساوي للاس مضروب في V terminal ويساوي قيمة 250 في 500 على 173 137 1500 و تطلع قيمة 0.909 again بينما لما ترسم أنت الـ to find the step response سيكون عندنا هذه هي الstep response متاعنا منمثلها بالـ سيبولينك طلعت عندي لاحظ أن قيمة الجهد تحسنت أو آسف الـ response متاع الجهد تحسنت بشكل كبير عن قيمتها السابقة من ناحية الـ oscillation الـ overshoot قل قعد الـ response smoother than before طبعا هذه شن نستفيد منها سؤال محمد الصراير أن الـ overshoot هذا قصد هو أن الـ overshoot هذا هل سيضرب بالـ هل سيضرب بالـ system نعم مرات يسبب لي surge هذا مهندس محمد مرات يسبب في surge لو أن ارتفع قيمته كبيرة جدا على حسب الـ insulators اللي هن مستخدمات والمتيريات المصنوح منها ولكن هو لو ارتفع قيمته كبيرة جدا حيسبب في يعني flash over مرات في المشين تمام flash over ها flash over هذا يعني كيف الـ spark كيف الشرارة ولكن مستمر flash over كيف الشرارة عادية ولكن مستمر حاجة مستمر بـ تفريغ فبالتالي أفضل أن الـ overshoot هذا يكون أقل ولاحظ أن مع AVR stabilizer لاحظ كيف تم تقليد إلى كمية كبيرة وحنأخذ إن شاء الله لمحاضرات الجاية كيف تم الـ عمليا للـ steady state error أبدا لا يوجد لأن نحن نستعمله في basic models simplified models بينما في الواقع وفي عشوائية وفي مشاكل الواجد مستحيل أنت مهما كان الموديل متاعك مهما تدعيت إن الموديل متاعك accurate حيكون في uncertainty ما تقدر ش أنت عليها حيكون في uncertainty أنت مش هتكون قادر عليها فبالتالي أيش فبالتالي keep in mind إن عملية إن كنت تدير elimination للـ state state error وبحيث إن يقعد سفر وهكذا يعني هذه نظريا أوكي لكن عمليا حتى الفركونسي ما يثبتش عند الـ 50 و60 هرثز يكون عند إشارة عشوائية يعني متذبذبة around القيمة هذه اللي هي المين متاع تمام فهن عند هنا إن شاء الله سنأخذه الـ MBC اللي هو الموديل Predictive Control PID PID مش هياخذ منه واجد وال Pull Placement Controller و Linear Quadratic Regulator هذين ممكننا نضمهم في محاذرة واحدة وبعدين نعضي MBC في محاذرة مفصولة ثانية فهذين الطرق هذين يعتمد على PID ولكن الإخلاق يعتمد على State Space Format فهذين ضرورية جدا برضو إنك تتفهم إنه طرق معتبرة جدا في Power System Control وبإمكانك إنك مثلا يعني لو تبدير عليهم بحث بحث تدير دراسة مقارنة بين Pool Placement والLinear Quadratic Regulator والMPC Controller مثلا على State Space Model Interconnected Power System فهتكون حتى هذه مشروعه كويس ولكن يحتاج إلى قوة من ناحية Mathematics فأني وين نتمنى جميعا إن شاء الله التوفيق والنجاح ونفتح باب للأسئلة إذا كان عندكم أي سؤال أوذروايس يعطيكم العافية أي سؤال هل يوجد أي سؤال شكرا جزيلا برك الله وفيكم الله يعافيكم عطوني اكتب لي بس اسمك ورقمك أهلا وسهلا مرحبا محمد